اشتركوا في القناة قلت ليش ما اطلعوا اصورهم مثلا واسألهم نفسهم ان شاء الله جاهزت الاسئلة وهي الاسئلة الاكيدة هل هذا عبادة الشيطان او هل هذه موسيقى فنروح ونسألهم هم نفسهم فالافضل نروح ونسألهم وان شاء الله بهذا الفيديو حبيت ان نشوفكم من ارض الواقع ايش هو الحدث فنبدأ بالفيديو اشتركوا في القناة 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 هذا اليوم الأول لكن اليوم الثاني والثالث سنصور به قدر الإمكان فأي شخص يتعون معنا بالتصوير الفيديو سنسألهم هم شخصيا ونعرف منهم الحقيقة هلأ هم عبدون الشيطان هم غير هذا الشيء فنشوفهم مثل ما قلت لكم يظل ثلاث أيام بس طبعا متنقل يعني اليوم هنا غير أيام يكون مختلف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشكل بأقبات وتعالي وغير ألا أنهم تؤمون مجل이라 según الأمر ثلاثة آلا Holocaust الآن من بعد تقول مختلفا grenجيز وأيحد بس ثلاثة سترة مdfال مريضPress هذه المؤس tryin لدينا الكثير من المعارضين لدى أن العجمال الحديث عن المعارض guild الخارج هو وهي مقهز الحديث في التكذية في أملة مع فضي كيف يمكن أن يمكنه أن العجمال الحديث يمنع السوار عريض فلسه لا يدعون الحديث عن الهاشة لكن الخارج هو هو الحديث عن يعني الهاشة الشياء المعارض في التكذيذ الخلي؟ من يحدث بالمشارة بالمشارات واليحديث دولة العالج الاجهة لذلك لكنها لا يحدث بقائع ليس امريل التوارات منها من هناه العالجل ان يحدث بالمشارات المشارات بالمشارة يديو من الأسفل كل شغولك اشتركوا في القناة 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 أو؟ Nein, also wir sind natürlich die meisten von uns sind irgendwie christlich erzogen aber die wenigsten von uns sind in der Hinsicht dass wir wirklich das Christentum in dem Sinne leben dass wir katholisch oder evangelisch sind und die ganze Zeit beten sondern man hat natürlich diesen Hintergrund weil es einfach irgendwo sag ich mal zum abendländischen Kulturkreis gehört wo man aufgewachsen ist aber also im Gegenteil wir distanzieren uns vielleicht davon und wir leben einfach unsere Melancholie aber es hat nichts religiöses damit zu tun Vielen Dank für Ihre Information Aber gerne Viel Spaß Dann noch einen schönen Ramadan Danke Bis zum nächsten Mal اشتركوا في القناة هم نفسهم قالوا انه فيه اشخاص يتخفون مو شرط عبادة الشيطان ما تجي انه بس بالمظهر بالعكس لازم اخفي حالي فهم مخدوعين هم بهم اي شيء الله اعلم انا ما ادري فعموما اني اللي علي انه هاي الحقيقة والواقع والصورت فا اتمنى ان العالم اللي تفهم اتمنى انه تفهم هنط هاي انه الحدث هذا مثلا حدث ثقافي لا غير موسيقى وكذا لكن اذا لو خل فيه اذا لو خل فيه عبادة شيطانا وشيء فهذا ما ادري الله اعلم اي شيء يعلن طبعا بناء على كلامهم هم ما عندهم اي عبادة شيطان او شيء عبارة عن موسيقى يحتفلون فيها وفقط وحتى قابلنا بنت ونهاية كلامها ذكرت قالت انه انتو عندكم رمضان حتى واتمنى لكم رمضان طيب وكذا ورمضان كريم فصراحة ان كان معاملتهم جيدة فكرة اللي اريد اوصلها من هذا الفيديو هو انه مو كل شخص مثلا نزل فيديو عن هذول الاشخاص او عن هذا اللباس انه هذول عبادة شيطان انما عبادة شيطان متخفين يمكن يجيك الطخم رسمي يمكن يجيك الله اعلم بايش وهذا الاحتفال تقريبا مثل الكوميكون اللي صار بجدة واللي صار بدبي فانتو تقدرون تحكمونه وبالنهاية لا تنسوا تحطوا لي اللايك واهم شي مشاركة الفيديو على اوسع النطاق تتوصل الرسالة من هذا الفيديو وعلى فكرة هذا الفيديو يعتبر اول فيديو عربي يصور مثل هذا الحدث او اول شخص عربي يصور هذا الحدث وينقله على مواقع التواصل الاجتماع العربية حين نكون نهاينا الفيديو سلام عليكم اشتركوا في القناة